اشتركوا في القناة لأنه في خلق مسار ولكن بكون القمر ما انتقل هو الآن في منزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد القمر رح يظل في هاي المنزلة لغاية ساعات الصباح يعني لغاية الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش من صباح يوم الأربعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الهقعة وهي سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينتع مثل استخراج السموم أو الأورام أو الأشياء المثل هيك ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا القمر زي ما حكينا موجود في برج الثور وبتضل تأثيرات برج الثور أو من بعض صفات برج الثور بتأثر على جميع الأبراج بهذه الفترة فمنشعر بالحذر أكثر ومن ميلة المحافظة على ممتلكاتنا وقل لما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج ادخار ويمكننا شراء عقار ما أو قضاء وقت ممتع بالبيت بمشاهدة التلفاز أو مع العائلة بالنسبة للزاوية البطيئة اللي مؤثر علينا خلال هذا اليوم طبعا من هاي الزواية إلها أيام من عيدها كل يوم لحديث ما تنتهي فعاليتها وطبعا هي مستمرة لأيام قادمة أول زاوية هي زاوية تربيع سلبية بين زحل وبين أورانوس وهي مستمرة لغاية يوم 13 واحد هاي الزاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وهي إلها علاقة بالعواصف والزلازل ومور إلها علاقة بالطائرات وحوادث السكة الحديد وإلها علاقة بالإضرابات والاشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبي بين المريخ وبين نبتون وهي تأثيراتها برضو لغاية يوم 15 واحد بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي في هاي الفترة ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقاً إنهم بيكذبوا علينا بدوا يحذروا الأشخاص بس هذولا بنا نحذرهم اللي هم الأشخاص اللي بأخذوا الأدوية المزمنة أو الأدوية المستمرة للأمراض المزمنة هذولا ينتبهوا أثناء أخذهم للأدوية عشان ما ينسوا ويأخذوا الدواء أكثر من مرة أو يتناولوا أدوية بطريق الخطأ بدل هاي الفترة على إضرابات سياسية في البلد بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة ممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرق أو إضرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية تربيع سلبية بين عطارد وبين أورانوس وهاي مستمرة لغاية يوم ثمنطعش واحد بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز مما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنها يعني ممكن بجهل يصيبنا نوع من أنواع العصبية بالمزاج ونرتكب الأخطاء والتهور كما أن هاي الزاوية لا تصلح للشراكات وما تعتمد على الحدث في هاي الفترة إلها علاقة برضو بالإضرابات والمظاهرات والإحتجاجات وخصوصا للحركات النقابية احتمال وقوع بعض التفجيرات أو زلازل أو حوادث على الطرقات بسبب أو بشكل مفاجئ ومرهب يعني بأسباب هيك تافهة جدا ولكن بتشوفوا أن الحادث مرعب وبتتناقلوا وسائل الإعلام وهي الهلاقة قمع الحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافي والكتاب للمتابعة القضائية والاعتقالات أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التسديس الإيجابية بين الشمس وبين نبتن وهي ذروتها راح تكون يعني يوم 11 اللي هو يوم أمس اليوم بمعنى آخر اللي هو موعد بث الحلقة واليوم أمس بالنسبة لبث الحلقة هي مستمرة لغاية يوم 21 بتعزز الخيال الخصب في مجالات الفن والابتكار وبتزيد عنها قوة الحدث أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم دروتها اليوم تأثيراتها على جميع الأبراج مثل أول زاوية اللي هي زاوية التسليس الإيجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي يعني الساعة 12 و 33 دقيقة بعد منتصف هذا الليلة بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيت حسن عطاءهم وإبداعهم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسليس إيجابية بين القمر وبين نتون وهاي رح تكون الساعة 38 و 38 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتشي يعني مستمرة من ساعات الفجر لغاية ساعات العصر بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدس وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجهلات ذات صلة بذلك كالفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسليس إيجابية بين القمر وبين الشمس وهي بتدل على أنه القمر صار محدد هاي رح تكون الزاوية الساعة 11 و 19 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينتش نولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء ومنتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من الصبح لغاية ساعات المساء أما بالنسبة للزاوية الأخيرة قبل خلو المسار هي زاوية تسليس إيجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 37 و 38 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة تأثير هاي الزاوية من ساعات الظهر لغاية ساعات منتصف الليل بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار خلو المسار بيبدأ الساعة 7 و 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى صباح اليوم التالي أي صباح يوم الخميس في الساعة 3 و 5 دقائق صباحا بتوقيت جرينج هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نفرلها عناية إضافية العنق والحنجرة والحبال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم طبعا هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي أما بالنسبة لمطعوم كورونا فاليوم مناسب جدا ما فيه أي مشاكل بالنسبة لخلو المسار ذكرنا أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عشر أيام في تمام الساعة عشر واثنين وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج بيصبح 11 يوم نسبة الإضاءة 75% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 سعيدة بنسبة 100% القمر في الثور حتى يوم 13 هو الآن منتحس بنسبة 10% ولكن مع ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 45% وطيلة النهار سعيدة أما بالنسبة لعطارد في الدلو حتى يوم 14 بعدين بيبدأ عملية التراجع منتحس الآن هو بنسبة 50% الزهرة في الجدي حتى يوم 29 سعيدة بنسبة 30% المريخ في القاوس حتى يوم 24 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحوت حتى يوم 10 سعيد بنسبة 15% أما بالنسبة لزحلف الدلو حتى يوم 4-6 منتحس بنسبة 10% ورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 18-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت حتى يوم 28-6 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 29-4 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا اليوم زي يوم أمس بيحمل معاه فرص مالية ممكن تكون مفاجئة بالنسبة لإلك أو تدخل تحسين على ميزانيتك ولكن زي ما حكينا بيظل في عندك رغبة لصرف لفلوس بنوع من أنواع التبذير فبدأت تنتبه ممكن تعالج اليوم استحقاق مالي أهم شيء أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال بل دقك بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن عندك المعنويات أكثر من يوم أمس فرح يتكون الأمور ملحوظة بالنسبة لإلك بشكل كبير أهم شيء أنه اليوم حاول أنك تنتبه لأموالك من المصاريف زي ما حكينا برج الثور ثقاتكم اليوم أكبر من يوم أمس بأنفسكم اليوم ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط أهم شيء أنه اليوم أنك بإمكانكم تبادروا لخطة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي وعلاقاتكم الاجتماعية وبتتحسن عندكم المعنويات بشكل ملموس وممكن اليوم تنطلق في ورشة جديدة ممكن تتشجع برضو لمواجهة واقع كان صعب عليك بالأيام الماضية بتمارس إرادة قوية مع اندفاع وحماسة وبتنتصر على الكثير من الاعتبارك برج الجوزة طبعاً كمان هذا يوم متعب بالنسبة لأيلك طبعاً بدك تصبر لغاية صباح يوم الخميس لحد يكما الأجواء تتحسن القمر ينتقل لعندك فهذا يوم بيتطلب منكم معناته عدم المبالغة برضو في جهدكم الجسماني وإنجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولونكم ما توقعوا على عقد وما تبدأوا عمل جديد بهاي الفترة هاي فترة فارغة من الحظ حاول أنك تحل الأمور بهدوء وابتعد عن الأضواء وما تقرر على شيء عشان ما تخيب آمالك تعتبر هاي فترة ضاغطة عشان هيك حاول أنك مات غامر وتعمل بشكل روتيني برج السرطان ابتسعدوا اليوم من لقاء بعض الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو بطلباته ولكن إجمالاً الأجواء إيجابية على مستوى العلاقات الإجتماعية حاول أنك ما تبقى وحيد في الظروف واعدة بتعاطف وتأييد وخصوصاً لأمور تتعلق بتحركاتك ممكن اليوم تفرح بدعم جهة ما الأجواء جيدة ودعمها إلك وممكن اليوم برضو يكون لك بعض اللقاءات وتعاون متبادل مع بعض الأشخاص برج الأسد يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرهبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم اليوم بوسعكم إثبات جدارتكم أمام المسؤولين ولكن بما أن القمر في بيت السمعة فحاول أنك ما تتذمر من كثرة الأعباء الضغوط اليوم شوي بتكون فيها بعض المسؤوليات أو بتكون ضغوط كبيرة لكنها بالنسبة لأيئلك تعتبر فترة مهمة حاول أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك سيطر على أعصابك حتى لو شعرت ببعض الإنزعاج وحاول أنك ما تشوه سمعتك بأي تصرف برج العذرة من المحتمل اليوم يصلكم خبر بعيد وممكن تنجحوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات وخصوصا الأشياء البعيدة أو اتصالات خارج البلاد بتزداد رغبتكم اليوم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعاود إلى الإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جداً بيسهل خلالها الحوار وممكن تفرح اليوم بخبر أو تجاوب بعض الجهات معاك أو بعض الأشخاص تعتبر هاي لموليد برج العذرة بتحمل بعض الفرص لإلي الحلاقة بالسفر لبعض موليد برج العذرة برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية أكثر حاولوا أنك تسارعوا لتهدئة الخواطر وترتيب الأوضاع ممكن تتخلى عن مطلب أو عن خطوة أهم شيء أنك تتصرف بدون تباطؤ لتصحيح الأوضاع وإعادة بعض الأمور لنصابها ممكن تنشغل اليوم بمعاملات أو أوراق أو أمور مطالبة ببعض الأموال لإلك اللي كان صعب أنك تحصلها بالفترة الماضية في منكم ممكن يهتم بقرض أو يهتم بميراث يعني أموال برضو لإلك برج العقرب يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسع كل يوم تعزيز شراكاتكم أهم شيء أنك تتجنبوا الإنفعالات اللي بتخفي عداوة لا سيما مع الإدارات والمسؤولين بحذرك اليوم من المشاركة بأي جدال أو صراع لأنه أنت اليوم بتكون خاسر في هذا الموضوع وخصمك بكون قوي وشرس لأنه معروف القمر لما بيكون مقابلك يعني طاقتك ضعيفة فعشان هيك حاول أنك تتماسك على نفسك وتضبط أعصابك جيدة لا تعزيز العلاقة مع الشراكاء خصوصا العاطفة والعمل برج القوس برغم تراكم العمل ولكن أنتو عندكو قدرة عالية على إنجاز حصة الأسد منه نظموه جدوى الغذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر وحاولونكم ما تلتهوا ومن المستحسن يعني أنه ما تبدأ بأشياء صعبة يعني ابدأ بأعمالك باكر إذا أردت النجاح أو نتائج مرضية فترة تعتبر مثمرة وسعيدة وممكن تتلقى من خلالها بعض النتائج الجيدة ونتائج مرضية بمقابل جهودك السابقة أو تنطلق في مرحلة جديدة ولكن الأهم زي ما حكينا تنتبه لصحتك برج الجديد ابترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الأجواء ممتازة على المستوى العاطفي وعلى المستوى الحضوض ووسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية معينة أهم شيء ما تترددوا في التعبير عن عواطفكم حاولوا تكريس مزيد من الوقت لأحبائكم بتنمو بعض العلاقات وبتزدهر ولكن لا تسمح للشؤون الشخصية بالتأثير عليك يعني بمعنى آخر الأجواء ممتازة جدا فعشان هي في حاول أنك تستغلها بكل طاقتك فهاي من الأيام اللي يعني ما بتتعوض كثير في خلال الدورة الفلكية برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية طبعا القمر في البيت الرابع فعشان هي في محتمل تنشغل اليوم بمسائل عائلية أو بيتية حاول أنك ما تترك أي أحد أنه يحبط طموحاتك أو أنه يدخل في شؤونك حاذر من الخلافات وحاول أنك ما تضخم الأمور فبتبدو اليوم مرهف الإحساس ومتوتر بسبب قلق أو موضوع عائلي معين أو أحد أفراد العائلة في منكم ممكن يهتم لموضوع العلاقة بسفر أو ناس خارج البلاد ولكن هذا اليوم بيحمل نوع من أنواع الارتباط وبرضو حذر من تعب صحي برج الحوت بتنشط اليوم في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وخصوصا القصيرة اليوم عندك نشاط عالي جدا وها سرعة وديها قوية ولكن رح يغلب عليك النقاش والحوار والإقناع فهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم شيء أنك تحافظوا على الموضوعية والهدوء والرصاني أثناء التعامل مع الغير حصن نفسك بالمعنويات المرتفعة بتكون تنقلاتك مهمة وبتتمتع بسرعة خاطر وقوة الأفكار والأعذار وبتتمتع بدنماكية عالية جدا وعندك حماسة لا تضاهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء